السلام عليكم و مرحبا بكم في اصفة جديدة من وصفات كويزين تيتيما اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم حبيت نشاركي معاكم واحد البيسكوي او غالت كي يجي سهل بزاف و الديد بزاف مكونات جد بسيطة تعطيو الوليداتكم عاوض ما نعطيوهم دكشد المحلابة و دكشد الحانوت يعني حاجة فضاء كتصوبي انتي بديك نقية و سهلة و بسيطة لما نطول عليكم تعرفوا عن المقادير و طريقة تحضر دياله بالنسبة للمكونات ف هنحتاج هنا كس ونص ديال الزيت نحتاج كذلك كس ونص ديال سكر حبيبات و حدوج البيضات و بيض بيضة بنيسبة للصفار ديال البيضة ف انا درتون هنا تليسين عنه هنا لالقالة ديالي او البيسكوي نحتاج كدالي واحد جوج معالقة كبار ديال الاسل عندي واحد جوج الخمارة من فئة 8 جرام كدالي غانحتاج واحد الكي س ديال فانيこهن 8 جرام وبنسبة لصاشد كافي مع صفر بيضة نحتاج كذلك الطحين لحسب الخالط سنبدأ على بركتي لنأخذ واحد اليناء لنجمع العجين نقوم بجود البيضات وبيض بيضة بالنسبة للصفر بقى نخليته على الجنة بغاندهن بها القارج أو البيسكويت نجيب واحد الخالطية داوية سنطرب مزيان هذا المكونات مع بعضياتهم يعني السكر مع سنيدة سنطرب فيه حتى نحصل على واحد الخالط تجيبها ابيض كما يبليكم نضيف ليه الزيت نضيف ليه كاس ومصدية الزيت ونزيد نطرب مزيان نخلط هذه المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يدوب ليه السكر هناك كما تشوفو اغن نضيف لجمع العسل يمكن لكم إلا بغيتو تنقصو في السكر و تزيدو في العسل يمكن لكم إلا عندكم العسل بزاف اعودو يعني ديرو شوية سنيدة والعسل بزاف العسل كي يعطي ذاك اللون في حال ما عرون شوية هنضيف ذاك سكر فاني كيس من فئة ثمنية قراء وغنزيد نخلط هال المكونات مزيان مع بعضياتهم مباشرة بعد ما كيتخلطوا لي المكونات غان بدان نضيف تحان تدريجين شوية بشوية حتى تجمع لي العجينة من نسبة لهذا البس كوي فكي يجي رائع صراحة كي يجي رائع كيعجب الدراج الصغر بزاف حتى الكبر كيعجبهم وحسن من ديال الزنقة يعني تعطيهم بحاجة ديال البطار حسن من ديال الزنقة هنبعد ما ضفتوا احد الكمية ديال الفورس هنضيف دكجب الخمارات من فئة ثمانية قرام غدين بقى نستمر انا نزيد الطحن حتى كان حصل على لوحد العاجل يكون رطب يعني ما تكونش قاسحة بزاف تكون رطبة هنبقى نستمر ضربة بيدي غنجن بيديه يعني ما كتحتاجش دليك بزاف فقط كنجمعوها كيف ما كيبالكم را كتكون رطبة بزاف هنخدمها هنشكلها معكم مباشرة يعني ما كنخليوها لا ترتاح للتحاجة هنجيب واحد هنقسمها اول حاجة هنقسمها على جوج بيش تسهل علي الخدمة بالنسبة للقسم الليولاني فهنديرو جوج للاشكال هنجيب دليك وغادي نسر حد العجينة شوية يعني ما كنديروها الشرقية بزاف كيكون ستمك ديالها شوية غليضة كيف ما كيباليكم را كتكون شوية غليضة من الشرقية ما شيف حل صابلي يعني كتكون غلض من الصابلي بالنسبة للقطعة فلكم الاختيار بغيتو عددوها كبيرة صغيرة اي شكل عندكم انا عندي هذة شكل متوفر هندير هذة شكلها هذا كيف ما كيباليكم هنقم ستمرا على هذة شكلها هنكملها جيناديري كاملة وغا نجيب واحد يعني اللاط اللي غا ندخل فران غا نفرشها بورق الزبدة او بابي كويسة بالنسبة للناس اللي ما عندهم شي فقط يدهنها بشوية ديال زيت بالنسبة لدك السفرد البيضة اللي حيتفلوه في الول فانا هنضيف لي واحدة ساشد نسكافي وغا نخلط مزيين هذة المكونات ما بادي نخلطهم مزيين حتى يدو بلنا نسكافي نجيب واحد الشيتو وغا ندهن الوجه ديالهم مزيين يمكن لكم لو بغايتوا تستغنوا على الكيس ديال نسكافي يمكن لكم تعوضوه بالكاكاو وغا ندهن الوجه ديالهم شوية بشوية حتى نكمل كمية كاملة اللي عندي انا نبريكم الطريقة نجيب واحد فورشيتو وغا ندير فيها واحد الشراط كيفما كيباليكم في الفيديو فدل اثناء انا بايرة الفراني يسخن وكنشعلهم من التحت فقط حتى كي بدأ بتتحمرنا عد كنشعل الفوق عد كن طلعهم من الفوق وطرد ضمعهم البال لحقش دغية كي طيبوا ما كياخدوش بزاف ديال الوقت بشي طيبوا بالنسبة للشكل التاني فانا فقط عندي روع الشكل الكويرات يعني ساهل بزاف ما كيديش الوقت بزاف كندير على شكل الكويرات وكنمعاسهم شوية بالدية كيفما كيباليكم صراحة ان كتخرج لكم واحدة كمية كبيرة بزاف يعني كننصحكم انكم تديروها وحاجة تعطيوها لوليداتكم حاجة نقية ديال الدارونت اللي مصايبة بالدك تارفاش ندير فيها كنبقى مستمر على الاتشكل حتى كنكمل هذه العجينة كاملة اللي عندي نفس الطريقة اللي خدمت معها في البسكويت الليولاني كنخدمهم بهذه الطريقة كند هل وجه ديالهم عفوان بدك سفار بيضاء مع نيس كافي كنجي فورشيتو كننشرحهم في حركة كيفما كيباليكم كنديرو ملاش كنديرو الوجه ديالهم خطوطة كيفما كيباليكم وغندخلها حتى الفران تايي كتاكت طيب من التحت عاد كنشال علام الفوق صراحة كيشي شكل ديالهم زبيون وغزال وكي او عاطي العين هنا بعد ما كملت الكيمية كاملة اللي عندي فانا عند خلال فران تحمر كيفما كيباليكم هذا هو الشكل ديالهم نهائي يعني بعد ما خرجتهم الفران كيجوا غزالين بزاف ولداد 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 كنتمنع انكم تجربوهم وساهلين ومقادر جد بسيطة كيفما كتشوفوا يمكن لكم انكم تجمعوا كل جوج حباز تجمعهم شوية ديالشكلات من الوسط وتجمعهم مع بعدياتهم هذا بالنسبة لذلك اللي الشكل اللي درت شكل عادي يعني كنتم ديرهم على شكل كورات وكنم معاسهم شوية بيدية صراحة كيجوا ورطقبين بزاف وغزالين بالنسبة لهذا الشكل صغير بزاف لرقاق كيفما كنت لكم هاي الشكل صعب لي ممكن لكم تجمعوا جوجات بشكلات اما بالنسبة لطريقة خزين ديالهم ففقط تقدروا في سوبيرة اللي تكون كبيرة وقدروا معهم واحد قطع ديال السوكة باش بيبقوا يعني شدر يعني ما رطعوش بزاف ما يخسروش وكيف دي ما كنتمنا لفيديو ديالي وما تعجبكم وتناس تحسن ديالكم وتجربون لديداتكم وبالنسبة الناس اللي ما مشتاكل معي في قناة ديالي اشترك للقناة وديروا رجاء من الفيديو نتلقى في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته